بعدما اعترفت حكومة عادل عبد المهدي أن لا بديل لها عن الغاز الإيراني الذي سيدخل منع استيراده حيز التنفيذ مطلع حزيران المقبل تحاول السلطات الحكومية البحث عن منفذ يخلصها من مأزق العقوبات الأمريكية على طهران ويضمن لها استيراد الغاز الإيراني الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل وكالة أنباء بلاتس الأمريكية صلطت الضوء على إجراءات حكومية مرتقبة للتملص من قرار واشنطن الذي يبدو بأنه شكل صدمة للأحزاب الحاكمة في العراق لا سيما المستفيدين من استيراد غاز طهران فلا بديل لدينا في الوقت الراهن تنقل وكالة بلاتس عن مصعب المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء الذي اعترف بأن أي محاولة حكومية لتقليص الاستهلاك المحلي من الغاز في حال وقف استيراده ستنتهي بالفشل لا سيما وأن استهلاك العراق من الغاز الطبيعي سيزداد خلال الصيف المقبل ليبلغ 35 مليون متر مكعب في اليوم الواحد وبناء على هذه المعطيات تكشف الوكالة الأمريكية عن تحركات حكومية لتهديئة واشنطن وتجنب العقوبات الأمريكية إذ يجري التفاوض حاليا بشأن خطة مع إيران لتزديد الواردات بالدينار بدلا من الدولار مع ضمان صرف المبلغ عبر مصرف محلي داخل العراق وبالتزامن مع تلك التحركات تسعى الحكومة في بغداد لتأمين مصدر بديل لاستيراد الطاقة والوجهة هذه المرة هي السعودية قبيل حلول موسم الصيف والخوف من تجدد تظاهرات الشعبية الغاضبة ضد الفساد الحكومي تحركات حكومية يرى مختصون بأن العراق كان في غنى عنها لو حقق حكامه الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي لتطوير منظومته الكهربائية منذ أكثر من 15 عاما شهد العراقيون فيها فضائح فساد مليارية في قطاعي النفط والكهرباء ليظل العراق على إثرها يعتمد اعتمادا كاملا على الاستيراد لتوليد الطاقة ترجمة نانسي قنقر